اشتركوا في القناة وكل الناس قاعد دور على هذه الشنطة هنا الفيلم أيضا نوعا ما قريب لهذاك الفيلم من حيث الفكرة اللي هي عن الفلوس عن الذهب فهني التهريب الذهب كيف يتم من الهندي لدولة أخرى وكيف أن الناس قاعد دور على من هو المصدر الحقيقي والرئيسي لهذا الذهب ومن اللي قاعد يهرب الفيلم إسقاطات كوميدية ويتكلم عن مضيفات طيران اللي يمثلوني طبعا الشخصيات الرئيسية اللي قدت أسماها وكيف راح تكون التوليفة هنا للتهريب وكيف راح ندخل الكوميدية السوداء وكيف أيضا راح ندخل بعض المشاهد الجريئة أنا أول ما شدت اسم إكتا كابور كمنتجة لهذا العمل يمعرضه في رمضان ما قدت تشوف الفيلم في رمضان في شهر الكريم فقدت بأجل الفيلم هذا بعدين لأن أنا عارف أن دائما هذه المنتجة لازم في أفلامها يكون فيه شيء جرأة أكثر عن اللازم والجرأة تكون نوعا ما طبعا فيه مواضيع جنسية لكن في هذا الفيلم كون المخرج نوعا ما واعي وعارف أنه شو راح يقدم لنا ممكن هو بيضحح شوية عشان خاطر إكتا كابور راح يحطي لكم مشهد من المشاهد اللي فيها إفهات وفيها بعض الكلمات لكن استغلها استغلال جيد كوميدية وليس كجرأة مباشرة للمشاهدين هذا الفيلم أقل جرأة من ناحية المشاهد أو الكلام البذيئ اللي يطلع من بعض الفيلم اللي هي من إنتاج إكتا كابور الفيلم فيه يعني مراحل تضحك فيها صراحة خصوصا من المثلات الموجودة الكل ما أدن أدوارهم بشكل جيد جدا خاصة تبوا يعجبني فيها أن هي بتكون معصبة وتكون أيضا في نفس الوقت خائفة وفي نفس الوقت ما تعرف شو تقول تعطيك كل المشاعر في آن واحد وهذا يدل فقط على الأداء القوي وعلى هالمثل القديرة صراحة تنتبه وكذلك كرين كابور صراحة أقنعتني كثيرا في هذا العمل وكان دورها جيد جدا في هذا الفيلم كرتي سانون يعني مش قليلة عنهم وأيضا كونها موجودة في هذا العمل وكون المخرج أو الطاقم الفني لهذا الفيلم اختار في الشخصيات قدر يعمل كريزما قوية أيضا بين كريتي سانون وبين المثلات الأخريات يعني ما حسيت أنه نعم فيه فرق في العمر ممكن بين كل واحدة كل واحدة يعني تبوا أكبر من كرينا وكرينا أكبر من كريتي سانون بس ما تشعر بهذا الشيء تشعر كانهم صديقات تشعر كانهم يعرفون بعوام الزمان وهذه الكريزما أو هذه الكيميا قدر يلعب عليها المخرج بشكل جيد جدا في هذا العمل المثلين الآخرين أيضا أدو أدوارهم جيدة في هذا الفيلم الفيلم ينقص شيء مهم جدا ألا وهو أن أنا أريد أشوف فكرة نوعا ما جديدة لكن كون المخرج عمل هذا الفيلم قبل فهذه ليس فكرة جديدة وتهريب المخدرات أو تهريب الذهب أو تهريب شنطة مثلا ويكون فيه ناس ويدين يركضون وراهم هذه الفيلم كثيرة نحن شفناها بس طريقة البرزنتيشن أو التوضيح أو التقديم لهذا العمل يكون نوعا ما مختلف لكن للأسف كان وايد مختلف عن باقي الأفلام الثانية ناهيك عن موضوع أن الفيلم تم تصويره في أبوظبي وفي بعض المدن الإماراتية اللي ما يعجبني في السينما الهندية يسوون موضوع مثلا يشعرون أنه ممكن هذا الشي راح يأذي دولة أخرى راح يغطون الموضوع فمسمين المنطقة اللي هم يروحوا لها دولة اسمها البرج رايحين البرج شو هذا البرج ما في دولة في الخريط اسمها البرج نحن عارفين أن التصوير تم في أبوظبي فليش ما كان تغيير القصة أو السيناريو أو تغيير المنطقة المدينة نفسها ويذكرون مدينة معروفة يعني في العالم باريس مثلا أو لندن أو غيرها عشان نحن نتفق شوية مع الفيلم لكن هذا الشي يعني يسقط في رأي شخصي ينزل من المستوى الفني للعمل كيعني مثل ما يقولون يعني تضحيات من الكاتب وتضحيات من المخرج أنا ما تعجبني في هذه المراحل العموم فيلم مسلي فيلم مضحك أنا استغرب صراحة شفته في دبي في عيد الفطر وكانت زحمة صراحة في دور العرض وناس وايدين يعني مثلي أنا أجلوا مشاهدة الفيلم من رمضان إلى عيد الفطر السعيد أعطي هذا الفيلم ثلاثة من خمسة يستحق صراحة وإذا شكت هذا الفيلم اكتب ليه في الكومنت شو رأيك عن هذا الفيلم وارد عليك إن شاء الله أول باول وشكرا جزيلا على المشاهدة ولا تنسوا نسبسكرايب واللاقشير القناتي شكرا